اهلا بكم حلقة جديدة النهر ده فيديو جديد بقى لي فترة انا مقصرة شوية في الانستجرام معلشي مش عارف انا الفترة دي مش احسن حاجة في الدنيا يعني طبعا بحب قوي الناس اللي بحيس انهم مركزين معي انا كبورجل عزراء بحب الاهتمام فموصوطة قوي لما لاقي حد ولاقي ناس بعتني يقولي روشان تليم مش بتعملي لايفز على الانستجرام مختفي اللي بفيت فجد تانكي كل الناس اللي بعتولي جماعة شمال افريقيا انا عايز اقولكم انا عندي كمية اكتشفت انا عندي كمية متابعين من شمال افريقيا كتير قوي فتحيال الجزائر تحيال تونس تحيال مغرب تحيال ليبيا فانا عندي يعني جمهور عريق 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 يعني في شمال افريقيا وفي الخليق كمان فتانكيو بجد طيب الناهر ده قررت ان انا نغير الموضوع نتكلم معا لغة الجسد انا اقولتلك قبل كده ان انا من المواضيع اللي بحبها قوي مواضيع علم الطاقة وموضوع لغة الجسد انا لغة الجسد ده من حاجات اللي انا بحب اتعلمها قوي يعني بحيس ان انا كل ما بتعلم فيها حاجة جديدة وبدخل في سوبجيكت جديد او مجال جديد يعني بحيس انهم بيشديني اكتر يعني عايز اتعلم اكتر واكتر هو حاجة اتراكتف كده وبعدين ده بيديك سلف استيم كده بيديك ثقة في نفسك فلغة الجسد او بادي لانجوز ده من المواضيع اللي انت هتقدر طول حياتك عايز تتعلم فيها كل شوية تحس ان فيه مواضيع جديدة فيها كل شوية تحس ان فيه حاجات كثيرة ممكن تطور نفسك فيها وتتعلمها اكتر واكتر واكتر طيب النهاردة هنتكلم عن لغة الجسد وايه الاخطاء اللي مينفعش تعملها في لغة الجسد لان هي هتدي انطباع غلط عنك او هتدي انطباع مش صح عنك او هتخلي يعني ايه الحاجات اللي بتقلل سقطك في نفسك هتخليك تبان ضعيف او مش شخصية قوية او تبان مهزوز اه فلازم تاخد بالك او تكونسدر النقط دي اوكي طيب شكرا يا جماعة قولي بقى كلكم كل الناس تفرج عليها بيتفرج عليها من فين حاب بعرف كل الناس اللي عندي على اللايف تلوقتي بيتابعوني من فين طيب رقم واحد في لغة الجسد كل ما زاد ثباتك في المكان اللي انت قاعد فيه كل ما اداك قوة كل ما اداك ثقة في نفسك كل ما اداك هيبة يعني ازاي يعني وانت قاعد في الكرسي يعني انا يا جماعة اهو قاعد على كرسي شايفيني الكرسي اهو اه لازم اكون قاعدة انا مفرودة كل ما بفرد اه انا بص نزلت الطرحة والله عظيم عشان حكايات الطرحة اللي كل شوية تقع وتنزل مفرودة يعني ضهري مفرود موضوع فردة الظهر او ان الظهرك يعني كتفك كتفك ده يكون مفرود بيدي نوع من انواع ثقة في النفس قوي جدا فده هنا انت قاعد في ميتينج مهمة مع ناس مهمة مع اشخاص اقوية مع حد لازم تبين تبين ثقتك وهبتك في نفسك لازم تبقي قاعد مفرود كل ما بتاخد مساحة اكبر على الكرسي او المكان اللي انت قاعد فيه كل ما ده بيدي انطباع اول او انطباع ان انت شخص واصق في نفسك جدا يبقى رقم واحد قاعدة رقم واحد ما تبقاش قاعد منكمش او رجليك بصوا رجليك كده مخبطة في بعضها تحته وضمامها بالعكس انت تقعد مفرود على الكرسي اللي انت قاعد فيه جسمك مفرود اديك رجليك برضو مش مضمومة قوي مش نازل تحت الكرسي مش مستخب انت تحت الكرسي انت مفيش حاجة خايف منها عشان تستخبها تحت الكرسي لا افرد نفسك خليك قاعد مفروض واخد مساحتك من المكان اللي انت قاعد فيه دي دقطة مهمة جدا ولو انت قاعد منكمش كده ومختفي كده في نفسك ده بيدي او بيدي انطباع للشخص اللي قاعد معك ان انت شخص مهزوز شخص مش وافق في نفسك شخص مش شخصية قيادية مش شخصية قوية يبقى دي قاعدة رقم واحد رقم اتنين كل ما قل حركتك كتير يعني عملت تتحرك وعملت تتشقلب بغض النظر عني انا عشان انا بشرة فكل ما بتقل بيزيد ثباتك في المكان اللي انت قاعد فيه كل ما بيدي انطباع على ثقتك في نفسك وان انت شخصية قيادية يعني ازاي سباتي يعني ما تحطش ايدي على شعر كتير لأ راسي لأ مش عارفة ايه لأ ايه اتحركش كتير الحركة كتير دي بتقلل من هبتك فبالتالي دايما كده هركز في اي حد قيادي شخصية قوية شخصية قيادية شخصية هتلاقيه حركة البادي لانجودز بتاعته او حركة ايده او حركة مش بتحرك كتير وحاجة تانية ايدك يا جماعة ماينفعش مثلا وخاصة الناس اللي بتعمل بريزنتيشنز او ناس اللي هي بتبقى بابلك سبيكر عبالي يا رب كده لما بقى جلوبل بابلك سبيكر ماينفعش انه هو بقاعد حاطة ايده مخبي جسمك كده انت مش بطلوب منك ان انت تخبي جسمك مش مطلوب منك ان انت يعني الحركة دي غلط انت كده خاف من حاجة وبتخبي حاجة انت تبقى عمل كده او برضو اللي هي تبقى تبتحرك ايدك كده كده غلط برضو لا انا عايزة ايدك تبقى بتتحرك وهي مفروض انا مش عايزة ايدك او ايدك تبقى بتعدي دقنك دي منطقة القوة بتاعتك منطقة القوة اللي هنا فانت هتحركها كده شايفين كده اما ماعملش بقى مش هشوح انا عامل حفلة بقى وفرح وكده ماهميني يعني نفعش ان انا عملي كده لأ غلط في خات بيقولين انت بتخرك ايدك لأ لن اقبل ما انا بشرح يا جماعة في ايه يعني حركة ايدك هتبقى في نطاق من تحت دقنك يعني اللي هو المنطقة دي اسمها تونج في الفيتنس يعني اللي هو كده شايفين و ايدي مفروضة مش ايدي مايفعش ابقى قاعدة في ميتنج قاعدة في بريزنتيشن عاملة كده انا كده في حاجة ما بخبيها حاجة ما مستخبية فيها مايفعش ابقى بلعب في الساعة بلعب في ايدي بلعب في سلسلتي يعني مايفعش ابقى قاعدة في ميتنج مثلا ومع حد مهم قاعدة بعمل كده صح ولا لأ فلازم حركة ايدي تبقى مدروسة مش بقى ايه في نطاق المفروضة وانا بتكلم وكده وانا بشرح طيب لو انا بتكلم في حد قاعدة مهمة جدا 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 يعني هتفرق في حياتكو والله هتدعولي لما كون بتكلم مع حد سواء بقى احنا بنكلم مع بعض في ميتنج مع بعض عيني تكون في عينه مايفعش اهرب مايفعش اهرب مايفعش اهد عمل كده لا غلط عيني في عينه عشان انا بقوله انا مش خايف منك انا واثق في نفسي وببصلك بمنتهى الثقة يعني عينك ويريد تبص في الحتة دي شايفين الحتة دي السنتر ده وخاصة كمال لو حد بيهددك يعني لو في حد عمل بيهددك او بيكلمك بوعيد او حاجة زي كده اوعى تهرب بعينك بالعكس الشخص الاقوى هو الشخص اللي هيفضل عينه في عين اللي قدامه فدي بوينت مهمة جدا لازم تكونسنترات ان انت عينك تبقى دايما في عين الشخص اللي في وشك اوكي دي اي بي سي دي اثبقه في النفس حاجة تانية لو انت تتخنق مع حد او فيه نقاش حد او دبيت او يعني فيه ارجمنت كده ما بينك وما بين حد وصوته عالي هل بقى انا كمان اعلي صوتي تي حاجة اللي هو اسمها الفويس كنترول بتاعك الفويس كنترول ده تعتبر جزء من اجزاء البودي لانجودش بتاعتك فحد على صوته انا كمان اعلي صوتي بالعكس الشخص اللي صوته عالي في المحادسة هو الشخص اللي شخصيته اضعف الشخص القوي هادي راسي رازين فبالتالي لو انت بتتنقش مع حده بدأته تتخنق مع بعض او بدأته يعني يحصل مشكلة في الكلام وهو بدأ يعلي التون او الرتم بتاع صوته انت ما تعملش ما تكونش ري اكشن ليه وانت كمان تعلي صوتك بالعكس خليك انت اتحكم في انفعالاتك المهم ان الحتة دي بقولها وانا عندي مشكلة في الحتة دي انا يا جماعة هحكي لكم انا دلوقتي مشكلتي في ايه عادي انا ما اهمنيش يعني اهم حاجة ثقة في اللي نجاح على رأي محمد رمضان ربنا يرهدية المهم فيا جماعة الشخص على صوته لو انت كمان عليت صوتك هتبقى معركة فانا ما بحبش ان الشخص لما يعلي صوته انت ما تعليش صوتك بالعكس انت خلي التون بتاعت صوتك ثابتة لان لما حد يسمع كنتم اللي اتنين هيعرف ان الشخص الاهدى المتحكم في البادي لانجوش بتاعته المتحكس المتحكم في الفويس تون بتاعه هو الشخص الاقوى وهو الشخص اللي على حق ركزوا في الكلام ده كويس قوي قوي نقطة مهمة برضو تانية جدا جدا يبقى فيه ممكن يعمل حلقة على فكرة على الفويس كنترول وبردو صرعة صوتك يعني ما فاش تتكلم بصرعة قوي ولا يبقى تتكلم اصل انا مش قادرة يعني احبش يعني ولا تتكلم بالروحة قوي ولا تتكلم بصرعة قوي لازم تبقى وسط انا بتتكلم بصرعة عشان هنبيز عشان هرقية عندكم اينها يا جماعة ايه رأيكم في البادي لانجوش بتاعتي تا 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 ده كواشن من كواشن بتاعت اللايف طيب نرجع تاني لما ايجي اسلم على حد ماينفعش ايجي اسلم على حد في السلام برضو تعتبر نوع من انواع البادي لانجوش ماينفعش ايجي اسلم على حد وانا عملة ايدي كده يعني انا معلية ايدي عمستوى ايدي ده معناها تناكة انا كانت عندي المشكلة دي لما ايجي اسلم ايدي بعمل كده لازم ابقى في نفس المستوى اوكي ده رقم واحد ماينفعش اضغط على حد ايد حد الضغطة دي غلط يعني انا هضغط على ايده بنفس الدرجة اوكي يعني هو ضغط على ايده ضغطة بسيطة انا هسلم بنفس الطريقة بنفس القوة بنفس يعني هو ضغط على ايده ضغطة بسيطة انا ممكن اضغط ضغطة بسيطة يعني الضغطة دي معناها مش لطيفة على فكرة فانا ما ينفعش انا اضغط قوي وهو يبقى كده يبقى انا لازم امشي في نفس محاكاية يعني دي اسمها نظام المحاكاية محاكاية يعني انا هعمل زي ما انت بتسلم عليه وابقى في نفس اللافل يعني اهو 70 دولار في نفس اللافل ولا انا جيبها من تحت فانا بقى مش واثق في نفسي ولا اجيبها من فوق يبقى انا كده بتغرع على هذا الشخص فدي برضو نقطة مهمة قوي قوي طيب في برضو من النقاط المهمة جدا في موضوع البادي لانجوش انا ماشى مبقاش كتفي عامل كده شايفين انتو كتفي وانا ماشى كده وانت ماشي كتفك عامل كده ودقنك لتحت ده معناها ان انت شخصية مهزوزة شخصية مش وفقة بنفسها عندك مشاكل خايف بتستخبع دقني لازم يبقى هنا يعني ابقى مش وكده غرور وكده ان انا خايف دقني تبقى ايه مزبوطة ده بيدي برضو ان انت شخص سوي ولا انت برفع دقنك كده فانت كده شخص شايف نفسك مش عالفين انت بنخيلك في السماء كده ولا انت ببص كده منحني وخايف ودي برضو نقطة مهمة مكان دقنك اوكي برضو من مقطر مهمة قوي قوي حاجة مهمة برضو جدا ما ينفعش ابقى قاعد في ميتنج او قاعد في حاجة مشبك ايدي يعني مشبك ايدي دي يعني انا معناها ان انا ان انا يعني برضو مش واثق في نفس مش معناها انت متوتر يعني الشخص المشابك يده يعني معنى انت خايف او متوتر انا بشوف الاعداء اللي انت تبقى حاطت ايدك لو انت ما يفعش تحرك كده كتير تبقى قاعد كده حاطت ايدك على بعضها كده شايفين كده دي انا شايفها لطيف وانت متحكم في البودي لانجوش بتاعتك لطيف جدا 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 طيب في حد بيقوله لغة العيون لغة العيون دي انا عشقها انا عشقها برج العزراء عشق للغة العيون لان برج العزراء يبرع في لغة العيون نعم اي نعم نعم الفيديو تاني عن لغة العيون يا سلم احنا ورانا حنجا طيب الموضوع بادي لانجوش تاعتك او لغة الجسد ده علب لابد ان انت تتعلمه لانه هيأثر عليك في شغلك هيأثر عليك في الحب ده في لغة جسد في الحب ان عملت عليها فيديو بتكلم نهارده بروفاشنلي وازاي ما تبقى شخصية مهزوزة وتبقى شخص واثق في ناسك وشخص راسي فيه بوينت تانية برضو لو انت واقف مع حد والحد ده بيزعق او بيهددك او عايز يخوفك هل انا ابقى اتصرف ازاي عشان بيين لو انواصق في نفسي هل اتحرك ولا انا ايه الوضع لو حد بيزعق لي بيهددني بيهجم علي في المحادثة الصح ان انت ما تتحركش خالص تبقى ثابت جدا ان كل ما انت بتثبت جسمك كل ما الشخص اللي قدامك بيهتز رقم واحد رقم اتنين ان انت تبقى محافظ عليه يعني لازم عينك تبقى في عينين الشخص ده بتنزلش عينك ابدا لان يعني لو هو نزل عينه ويبقى هو بدأ يهبك بالعكس الشخص اللي بيواجه والشخص اللي بيبص في عينك في عينه بقوة وبحزم هو الشخص الواثق في نفسه فبالتالي لو انت في اخناق او مش في منقش حد مع مديرك في الشغل مع حد بتحبه دايما حافظ على اي كونتكت معي ان انت عينك تفضل في عينه ما تحركش نفسك كتير يعني حاول حتى ايدك عشان تثبتها حطها ورى ظهرك او حطها جنبك يعني انا مش عايزة ايدك تبقى بتتحرك كتير حتى اوكي فحاول ان انت تقل كأنك عامل زي لوح كده عارف انت اللوح بالضبط يعني كأنك حديدة كأنك قطعة جماد ما بتتحركش بالعكس هو انت كده بتستفزه يعني خليك بارد يعني انا حب اقول لنفسي الكلام ده انا كمان اه طيب يا جماعة بصوا بقى يا جماعة هقولكو قبل بقفل عشان مش عايزة فيديو يطول فيه بوينت مهمة جدا والله بجد ام لو انت حاس ان انت مش قوي او انت حاس ان انت مهزود حاس ان انت مش ضعيف ادعي القوة يعني خلي مظهرك الخريجي يوحي بالقوة حتى لو انت من جوه ضعيف حتى لو انت من جوه خايف حتى لو انت من جوه بترتجف من خوف مظهرك القوي او ال Physical Impression بتاعك والbody language بتاعتك القوية حتى نعاسك حتى نعكس عليك من جوه يعني يعني دايما حافظ على الbody language بتاتك انها تدعي حتى لو انت ضعيف او حتى لو انت ضعيف مش لازم تبين للناس ضعفك مش لازم تبين للناس ان انت مهزوز ان انت خايف لا يعني ادعي القوة الى ان تصبح قوي يعني عيش حالة القوة معين انا متأكد انت ممكن تكون من جوه عمال بترتجف يعني بتهتز كده عمال بترتعش بس انت ممكن تهز الشخص اللي قدامك بقوتك وانت كمان بترتعش من جوه يعني دايما مش فيه دايما بيقولك ايه خلي الانر بيس بتاعتك والطاقتك الداخلية تخرج عليك من برة وتديك جلو وتديك طاقة انت كمان في البودي لانجوش مونت كنت خلي المظهر بتاعك الخارجي يدخل عليك من جوه ويديك الامبراشن ان انت قوي من جوه فاهمين يعني دي نقطة مهمة قوي لخصة كل واحد فينا عنده قوة كل واحد فينا عنده مراكز قوة يعني فعز ضعفك بين مراكز القوة بتاعتك بين انت شديد بين ان انت واثق في نفسك بين ان انت وتد مش مشكلة حتى لو انت فعلا مهزوز وضعيف انت ادي الامبراشن انا قوي انا قوي انا وثق في نفسي صدقني اللي قدامك هيهتز وانت هتفضل واقف كده وتد بس شكرم بحبوكو جدا جدا انا عايزة طلب اعمله شاعر كتير كتير خلي عندكم طاقة عطاء كده للناس لان الفيديو ده مهمة قوي ركزوا في الفيديو بتاعت البودي لانجوش هنتكلم النهاردة برضو عن فيديو تاني عن علم الطاقة وقانون الجذب لانهم موضيع اللي ما بزهقش من الكلام عنها بشكركم وقولولي بقى يا جماعة ايه اكتر نقطة بتاخد بالك منها في البودي لانجوش من بتاعت الشخص اللي قدامك انا بحس الاي كونتكت ده سحر في الحب وفي الخناق الاي كونتك بتاعتك ده ممكن تفرق جدان جدا اه يا جماعة انا عندي عين لون وعين لون اقسم بالله مش كلش تصكروني تفرق وراسية يقول لونها يبون نغيم والعينة التانية لونها عسل يا عسل انا مش حطة لانسز في حد بيقولي انت انسي تتحطي لانسز والله ما حطة لانسز شكرا بحبوكو اشوفكو في فيديو تاني وبيج هورت يلا كلكم قولولي تفرجوا علي من فيه واعملوا شار كتير 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 ولايك كمان الفيديو